سلام عليكم سلام حبوبات سلام يا الزينات يا الغليات مرحبا بكم معايا في كويزين ساميرا دي زاد مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديدة اللي راهي جدا متنوعة في هالعديد من الافكار اللي اكيدوا بإذن الله راهي رايحات تعجبكم شجعوني خياتي بجامل لا فيديو كما العادة وكما عودتوني بتعليق بزاف شباب كما انتوما وايضا متنساوش اهم حاجة نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واسكا السلام هالفيديوهات هادوما كما اشتوف العنوان من اصعب الفيديوهات عليا كي ندرهم دايما انطحلي الدمعة ابقوا معايا في المتابعة راهي راحي نتشوفوا علاش انا رايحا نستقبل ضيوف ان شاء الله دونك اليوما سبقت مباشرة كي ما كتوفوا معايا في الصالون ديالي الحمد لله من اللي خلاص لك كوب ديومان ده هادك يعني الصالون هادا شوية ريح شوية يعني هو يبقى نقيقي عندي توقيت دايما مع الصباح هاكدا يصبحوا من الدين دونك نحب نجوز لهم هاكدا بستيك هادا المنظف تاع الزوجاج نرش هاكدا شوية ونمسحهم ومنهارة يعني رانين نشوفهم من هادك النداء هادك ليتشكل فيهم مع الصباح سيختو كيكونو هاكدا تواقي تاع اللوح لو كان نخليو هادك المالي يقطر منهم موقع مع الوقت هادك البوارا هو رايح يرشا دونك لازم نعتنيو بهم خاصة انتوما الى عندكم تواقي اه انبوا هاكدا كي ما ديالي وانبعد هنس قمت برك هادو كل المخايد ومسحة للغبرة يعني لازم سيختو هاكدا كي تكون حاجة تاع الزجاج كي ما قلت لكم يعني الطاشة صغيرة هاكدا بركة رايحة تبين فيهم مي سهلين بزا بزا في التنظيف ديالهم شوية هادا منظف الزوجاج تحستيك وراح يخرجو يشعلو الشعيل يعني ما كاش ما اسهل منهم في التنظيف كملت نقيت هاديك لاتا بالباس وبعد عاوت وليت لاتا بلا مانجي حتى هيا فشفشتها كامل بستيك ديالي منظف الزجاج وجوزت لها بلوشيفون ميكروفيبر ولا في المبل خياتين حاب نستعمل هادا الديزينفكتون هادا بخدوية توجو غطا على مارك ستيك ولا غريا خياتي من اروع ما يكون مو عقم مو عطر وتاني في نفس الوقت ينظف ما شاء الله ويوالم في جامعة يعني الاماكن اللي سيغفاص لنا حابين نقوهم هاكدا في المبلد ديالنا هاكدا الهاي غلوس ولا في المطابخ في الحيوط كي ما قلت لكم يعني حتى الكتيبة تأسيلو وينحيها وتاني سهل بزا في الاستعمال اديالو نرشو برك ونمسحو بلوشيفون ميكروفيبر وراح يمد نتيجة بزا في هايلا اخر حاجة جو وسط الاسبيغاتور على التابي مشي برك على التابي ما من الارض نحب ناسبيريها التاني كي ما نقولكم دايما الاسبيغاتور تاني عاولنا بزاف بزاف يعني كي ننجب الدولة كي نستعملو نحي كامل هادك الغبرة ويعني هادك تخشل يكون في الارض والله يعني ما نسيق موالو والا عاودت غلقت التاقة هاكدا بش ما تجوش الغبرة اه تاني كيش دبانة جوز هادليا ما تهبلنا الدبان سيقتوب مع هادل الوقت هادا اللي رانا فيه مع الشتاء هادا والبرتوجو يحبيها رب الديار هاي اغلقت التاقة هاديك ودرت شوية معا شغلي ومبعد رحت اللي شام قدرت لهم يعني كي ما يقولوا دورة غير خفيفة اهم حاجة اللي ركزت عليها هي الصالون اللي صاني تاغن مدخل تع الباب اكو على بلكم يعني العفايس ولا الاماكن اللي في الدار اللي اه شغلت قابل الضيوف دونك لازم كيكون وعدنا ضيوف كي ما يقولون نديرو المستحيل باش ن يعني باش نستقبلوهم في احلى حلة الفطوري كان حاجة خفيفة ضريفة داخل لكو كوت مينو تدربتهم اليوم بقدوح تعال تعالع دسكي مشتو معايا ويعني وجاب بنيني شهي مقبل ما نطفي عليه في اللي خرميت له هادا كراسة على الحار اعطالو بناء بزاف هاينا اه للضيوف ديالي اه حبيت ندير لهم هاد الحلوة هادي باش نرافقها مع العاصر قلت نستقبلهم بيها اه مع العشية اه هاي اللي كان الحلوة هادي تحصلت على الملايين من المشاهدة وحبيت نجربها ونعطيكم رأي فيها في نفس الوقت يعني نشاركها معاكم نبداو على بركتي الله اه لبنات اه شوفو هنا معايا في الغيسي بيون ديالي حطيت ثلاثة حبات بيض يكونوا في درجة حرارة الغرفة متوسطين في الحجم نزيدو عليهم رشات تاع الملح نزيدو عليهم مغرفة صغيرة مع ممارات تاع لفاني ونضربوهم بلوباتوغ مع كاس الا ربع تاع السكر اه عدنا حوالي مية وعشرين قرام تاع السكر اللي يحبو مقادير مضبوطة نضربوهم ملح ملح بلوباتوغ اه حتى يتضاعف الحجم ديالهم كيما كتوفوون تحصلوا على هاداك القوام ليكون رغاوي اه ويتضاعف يعني الحجم ديالو اهنا نزيدو مية وعشرين قرام تاع الزيت كامل يعني بنفس الكمية اللي عندها هادا الكاس اللي يرفض ميتين وعشرين ميلي لتر من السوائل ديرو كاس الا ربع كيما راكو تشوفو يعني ويوضح لكم الفيديو اهنا يازت هديك الزيت تدريجيا ومبعد نقصت السرعة تاع اللي باتوغ ديالي وزدت كاس الا ربع تحليب حوالي تاني مية وعشرين قرام تحليب كيزيدو الحليب دايما نقص السرعة تاع اللي باتوغ ديالنا نديروها في رقم واحد وما نكتروش بزاف التخلط اهنا ينزيدو المواد النشفة عندي كاس وكاس الا ربع تاع فارينة وعندي باكي تاع خامير الحلويات لازم انغرب لهم خاصة كيما نقول لكم الخميرة دايما نجي فيها هادوك الحبيبات هادوك اهنا ينكملو نخلطو فقط بالفوي اليدوي حتى تندمج كل المكونات مع بعضها البعض اهنا يخلاص بعد ما تحصلت على القوام المطلوب ما بقى لدوك في الاخر غير برك نعطر هاد الخليط هادا بمبشور تاع القارس مبشور الليمون دات هنا يا حبا صغيرة في الحجم نرابي وفقط هادك الصفر اه منديروش هادك القشرة البيضة باش مطلق الناش لمرورة وزدت عليها زجم غارف كبر من عاصر تاع الليمون حجيب بنينة بهاد الدوق تاع الليمون بيانسوك تقدروا تعوضه كامل يعني وش دلنا بالقارس تقدروا تعوضه بتشينا تاني راي راي حجيب بزافة بنينة اه والا هاوليك القوام دونك القوام ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش تقيل بزاف نفرغو الخليط دينا في ام بلاتو ليكون فيه تقريبا ربعين سنتيمتر على تلاتين سنتيمتر نمشيو الخليط دينا بيانسوك في هاد الاثناء الفرن يكون شاعل على درجة حرارة ميو سبعين درجة مئوية منديروش الفرن ناقص بزاف بزاف باش هاد الكيك هادا مايجيناش ناشف نخبطو شوية اللومول دينا ولسنيوه تعنا وندخلوها للفرن هنا مايجتا حات اخد لكم بزاف الوقت اللي حوالي هاكدك عشرة الى تناشين دقيقة وهيليك هنا يا البيسكويت ديالي ها وليك راني خرجتو نخلي وهي يبرد غير شوية برق ونروحو نشكلو مع بعض الحلوة دينا هنا ينجيبو ام بوغتو بياس يكون دائري ونقطعو دوائر تحبو ديروها تاني شكل مربع هنا كيما تحبو من الشكل الدائري يخرج بزاف شباب هامليك يعني حتى الحلوة هادي تقطع كمية كبيرة تقدر توصلكم حتى 26 حبة هنا هادي هي الكمية اللي دارتها لي وطبعا هادا الحساب الحجم تعالون بورتو بياس لكو راحين تستعمله هادوك ليشتخيات كيما شتون فتتو هم رانانا حين نحتاجوهم للتزين اهنا يا هادوك الدوائر تع الكيك ديالنا نشربوهم هاكده بشوية حلب ولكن حبيتو طيبو لهم انسيغو ديرو حوالي هاكده كاس تع ما مع نص كاس تع السكر ديرو لهم يدخوش تع القارس وخليوهم يغليو حوالي عشر دقايق وكي يبرد هادا كلو سيغو شربو به الكيكات هادو ما تاني راح يجو هايلين انا شربتهم غير برك بالحلب وهادوك ليشت كيما قوت لكم نرحوهم في الأشوار ولا نفتتو هم برك بيدنا مليح مليح نرحو دو كن وجدو الكريمة اللي راح ينحشو بها هاد الضوائر تع الكيك اهنا في الغيسي بيان ديالي حطيت كاس تع غبرد شانتيي حطيت اربع كاس تع حلي بيكون بارد جدا لي ممكن نعوضوه بالماء وحطيت تاني تقريبا اربع كاس من الكرام شانتيي السائلة لي تكون باردة جدا طبعا إلا ما كانتش عندكم الكرام شانتيي ممكن استغنوا عليها وديروا الكمية ديالكم كامل احلي بيكون بارد مليح مليح ولا ما يكون بارد ولكن الكريمة راح تعطيكم واحد القاوام هايل بزا 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 لهاد الكرام شانتيي هادي اللي راح احضرناها مع بعض اهنا يا بعد ما بداي عقد الخالط زيت حوالي ستين جرام تاع الجبن الابيض العادي اه يعني راح يمدنا ولا راح يكسرنا الحلاوات على كرام شانتيي وبما انو الحلوة ديالي راح يبذوق الليمون زيت لها بعض القاطرات تاع الاباتاوغوم تاع القارص وزيت لها تاني حوالي يعني عصرها تقريبا نزوج مغارف كبار تعاصر تاع القارص عصر الليمون حيث يعني تكون كريمة بنينة منعشة وتكون كريمية اه عندها القاوام تاع تشيس كيك تجيب الزاف هايلة كيم اقول لكم تقدروا تعوضوا القارص تعوضوه اه بالبتشينا بالبرتوقل هنا ما نسوش يعني انهبطو الجوانب وضروري جدا نخلطو مليح مليح هاد الخالط خاصة هاداك الجبن يعني باش ما يبقاش كشغل مكتل ولا ما يبقى ناش حبيبات دوك ندربوهم مليح مليح باش نتحصو على قاوام كريمي ويكون بيان ليس باش الكريمة تعنا تجيب بنينة نديروها في اينبوش وبعدها نديرو دي غوزاس هاكدا من الفوق يكونوا كبار على حسب الحجم تاع دوائر تاع الكيك اديانا. راكو تشوفو خياتي الكريمة اللي تحصلت عليها من اطيب ما يكون هايلة بزا 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 وتصلح يعني نديرو بيها العاديد من الوصفات نديروها في الحشو تاع الكيكات آآ نزينو بيها الكيك يعني بزا هايلة وبنينة تاني وكيما قدتكم عندها قاوام كريمي قاوام تاع تشيس كيك. نجيبو هاداك اللي شوت هادوك اللي رحيناهم ننزينو بهم هاد الدوائر تاعنا ولا نغطيو بهم كامل هاديك الكريمة اللي درناها شوفوا راح تكون كشغل عبارة على آآ انقاتو سيخ بخيز يعني اللي يشوفو هاكدا من الفوق يعتبرو آآ انقاتو ساك واللا حاجة هاكدا ما ميجيش كامل في البل بلي هادو ما سيدي بيسكوي هاكدا بهاد الشكل هادا ويجوا تاني بزاف ابنان ويجوا خفاف نقدروا نحطوهم في الكيسة ولا نحطوهم في هادوما هاكدا فقط نديروهم شوية من تحتها من هاديك الكريمة باش يحكموا روحهم باش نقدروا يعني نتحكموا فيهم ونسربيوهم للضيوف ديالنا بلا ما يزلقونا ونثبتوهم برك ملاحة هاكدا ويعني شوفوا الشكل ديالهم تحبوا من الفوق تزينوهم كاش حاجة بار اكزمبل بنص حباتي على لسوريس كونفيت هادوك ولا تخلوهم كيما درتهم هاكدا انا يا يعني يجي الشكل ديالهم بزاف شباب اعجبني بزاف الذوق ديالهم دوق سيخطوط على كخام هاديك جيبنينة بالذوق تاع القارص اللي يدرتوه اه تاني هايلا كيما قلت لكم نقدموها مع عصائر للضيوف ديالنا اه خاصة هاكدا في الحفالات كيما اعياد الميلا دوقا يجو هايلين بخاتيك والحاجة المليحة كيما قلت لكم راي رايحة تقطع لكم كمية كبيرة توصل احتى ستة وعشرين احبة وهو اللي كيفاش يجون يقسمت لكم هنا تشوفوا كيفاش يجو يجو ما شاء الله بيانسو هادو ما نقدموهم باردين واذا كان درتهم في الفريجيدر ديرهم داخل بورت مانجي هاكدا باش البرودة هادي كتاع الفريجيدر ما تنشف لكمش الكيك ديالكم انا وجدتهم للضيوف ديالي قلت بالك شو واحد يجي فيهم ما يجي على بكري نحمر بهم وجهين نقدموهم مع العصائر مع جو واللاباردين يجو هايلين ما فنالما الضيوف ديالي يعني جو حتى مع الاخر كامل اخر دقيقة باش جو المهم انا اخديت راحتي واخديت كامل وقتي باش نوجد لهم الطاويلة طاويلة العاشاء كيما كتشوفوا معايا استعملت هاد سيرفيس الضوغي البلون بالضوغي هادا صراحة هاد السيرفيس يعجبني بزا بزاف ما ندمتش اللي كسبتو اي مد كيما كتشوفو نضرها شابال طاويلة ويبن حطها بزاف لا كلاس وحاجة كيما يقولو ما ادي موداش ولي بابيس تعملت هادوك طلاش ندرتهم ان بابيس فيهم هاداك الموتيف كشغل بالضوغي تماشا مليح مليح مع السيرفيس والكيسان تاني كيما شتو درت فيهم هاداك الكيسان اللي بالضوغي وبعد ما وجدت الطابلة في هاد الاثناء كانت لحقتني الماكلة لحقتني في الوقت يعني بالضبط حتى الضيوف تاعي تاني كانوا ما زال ما جوش ووش نقولكم يعني هادي اول مرة في حياتي انديرها نحط للضيوف ديالي ماكلة ماشي انا لي طيبتها دونك شوفو هنا يا عندي دي ميني كيش هامليك شوفوش حال شابين محمرين طيبين الله الله لحقني تاني هنا يا هاد السفة لي راهي وش نقولكم تشهي مع مرة بالموكسيرات هايلا بزاف كيما كتشوفو يعني كيما يقولو الصورة راهي تعبر على نفسها وحاجة واحدة اخرى تاني لي لحقتني هايليك هنا يا دونك هادو ما الحلو كيما يقولو لاني رايحة نرفقو معالتين الضيوف ديالي وهادي خبزق طايف تاني غوايال لي وش نقولكم تشهي والشكل تحا تاني هو لو يعبر على البناء ديالها دونك كيما يقولو لعين تاكل مقبل ما قبل الفم وهذا التبسي تعلو غدوف تاني لي راهو يعني مشكل من كل النوع دونك هادي هي يعني جزء من الماكلة لي لحقتني وبالنسبة للاطباق الرئيسية هايليك هنا يا اشتتحات الحم بلحمة صلى الله مريقة حمرة خاطرة تشهي اه بعتتهم لي فلا كوكوت مينوت ديالهم اه يعني بيان مغلوقين وكامل كيما كتشوفو يعني الشكل راه يعبر شوفوا هذيك المريقة شحة الخاطرة الله يبارك اه كيما يقولو شطيت حتعل الحم وقفة على لي دام ديالها اه والريحة تحا ما نحكي لكم شعلا الريحة يعني مقبل ما ندوق هذيجا الريحة تحا كانت تشهي وبعتت لي تاني هنا شربة الفريق تاني كيما كتشوفوه بالحشا واش بدك الراس على الحار تاني وش نقولكم معمرة بالحم بتاع الغنمي وجهة تشهي يعني مقبل ما ندوقهم غير من الريحة تحهم وش نقولكم وش نحكي لكم يا البنات اه الاخت لي بعتت لي المكلة هذي راه يتخيطها مختصة في الطياب هاكدا يا يعني الطياب تخاديسيونال ولا الطياب العصري ولا الاخت مادام خوجة لصاحبة الصفحة تعبنت زمن كنت تعاملت مع هندون وحد عندها وحد العام هاكداك اه رحت لعندها صورت لكم لي كل تحها المكان العامل ديالها لي كان نضيف يعني بخبخ وانسانة قمة في التواضع ديالها مام يعني المرة اللي فاتت هذي كما رحت لعندها وصورت هذيك لا تولي الادارات وكامل كنت اه فطرت عندها انا مولابيتي لانها هي كما قلت لكم تخيطها كل يوم عندها يعني هاكدا ديكومونت تعطيها بتاع الماكلة وقع وصدقوني عجبتنا الماكلة بزاف بزاف ولذلك يعني كي عجبتني الماكلة ديالها انا حبيت يعني هاد المرة نزيد نتعامل معاها وهنا يا كيما كتشفوا معيارا ملاحقو الضيوف ديالي يضنك هنا يا كان الحق بابا امرتو ومن بعد كان الحق تاني اه بابا بابا الدوزيام اللي هو شيخي معا لوسي وفرحت بزاف 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 بالزيارة ديالهم اولا والحاجة تاني اللي فرحتني كتر واكتر هي ملاقات اه بابا معا بابا والا دون كيقول بابا هو ابي البابا ديالي وكيقول بابا هو شيخي ربي يحفظهم وربي يطول في عمرهم ان شاء الله اه جي بانس ما تلاقاوش مليت وفتع جوستي ربي يرحمها ما مكي تلاقاوش شيخي هذيك الدربة كان على بلكم اخي حكيت لكم صيغة المتابعات الوافية شيخي كان عيين بزاف بزاف هذيك الابريود دونك ما كانش يشفى كان مريض يعني دونك ما كانش يعقل ما على بلش كون جاش كون ما جاش دونك كشغل ما تلاقاوش نعتبروها نقولو ملي يعني بدا هاداك الوافة ما تلاقاوش هاكدا وقصروا بيا وكامل وفرحت بزاف وهنا يا كنت كملت حطيت لهم كل حاجة كيما كنت شوفوا معايا فرقت هذيك شربة فلاسو بيا وليميني كيش حطيتهم هاكدا فلاسيت هذيك شطيت حتعل الحم تاني حطيتها دونك خليت كل حاجة سخونة الاخر دقيقة باش كيقعدوا ياكلوا ويلقاو الماكلا سخونة سيقتو كدو كاراو بارد الحل والا هادا هو الشكل تاع الطاولة كيما شتو نقولها بالنتزمين نقولها يعطيك الصحة ثانيا نقولها يعطيك الصحة كنتي داكية في اختيار الاطباق يعني ستقوني بلا ما نقولها موالو قلت لان خليك نليك انتي يدبري راسك اه وكم يعني اللي عارتهم سيدي بيخسون اجي وكو تعرفوا اللي يعني اللي كبار في السن ما يحبو حاجة تعلم مراقي ما يحبوش هذي اللي اللي حفاي يستعضوك هادو ما كيما قلو احنا هي الماكلة العصرية هادي يحبو تو جغل اشياء التقليدية وللوصفات التقليدية اه قولها يعطيك الصحة لي دلتي لي هاد شريبة لي تشهي بالفريك جات ما شاء الله وهادي كشتريت حتعل الحمد تاني لي هي وصفة من الوصفات التقليدية اديانا ولي يحبها صغير وكبير مام لا كنتي تقولها يعطيك الصحة يعني كلينا الله يبارك وشبعنا اه كيما فرحتيني وكيما حمرتي لي وجهي ربي يفرحك ويحمر لك وجهك حبيبتي اه مادام خوجة هاولي كان يوم يقول لكم بنينا واليوم هنا يا وشو قلكم طاح القرادة ديالي قال ولي دت هالك فطيب جات الماكلة كامل بنينا يعني صدقوني ما كش لي كريتيكا ولا يعني قال حاجة وكت خايفة بزاف من بابا تاني باس كيما ياكلش ماكلت عبره ولا هكذا تعناس ما يعرفهم شو كامل ما حبيتش اقوله باللي مشي انا لي طيبت حتى كيكلا وقال بنينا وكامل باش قلت لهم باللي مشي انا لي طيبت وصدقوني كامل عجبتهم ما كش لي يعني لي قلف كي ينديفو ولا حاجة وفرحت بزاف بزاف لاني كيما قلت لكم هادي اول مرة انديرها يعني نعرض ضيوف هاكذا كيما يقولوا عزاز عليا وضيوف تقال بلا ما يعني مشي انا لي طيب ولا غير ما كش لي خلا الشربة تاعو ما كش لي ما ملحش طبسي تاعو مع المطلوع وكامل وشو نقول لكم حاجة ما خلاوها وفرحت بزاف كيما يقولوا دونك فكرة هادي هاي لا بزاف بزاف اه للنساء العاملات ولا باركزوم بحبيت تعرضي ناس عزاز عليك اه ما كش قادر توقفي في الكوزينة الطيبي ما عندكش الوقت يمكن باش تخرجي تقضي ولا ولا غير يعني صافي بليزيق عدنا هاكذا نساء ديت خيطو يطيب ونا ما كلا تعدار بنينا بلا تعب بلا جود بلا يعني منجالة والقضيان ومنا ويلحق كل حاجة حتى للدار يعني قادرا ما منضو يفتاعك ما تقوله مش قابل لي ما شينتي لي طيبتي وواحد ما يفيق لك والا وهنا يا انا ومرتبابا كلينا في الطابلة هاديك اللي كان في الهول انا وياها اه كيما قلت لكم كلينا كلاو الرجال بسبقت فيهم هما اللولين كلاو اه آلاز ومبعدها كليت انا ومرتبابا اه مادام خوجة دونك خياتي كيما قد كوم دير دي زاتولي في المدرسة تحاب بنت زمان اللي جاية في دالي براهيم الحاجة اللي عجبتني بزاف بزاف اه مام هاكذا كدير زعمة تعلم البنات الطياب سيخطو البنات المبتدئات ولا اللي راهم مقبيلة على الزاواج وما عندو مش لاباس في الطيب اه ما دام خوجة رايحة تعلمكم الطيب كيما يقولوا من الالف الاليا سيخطو هادو ما الاطباق التقليدية اوغا والحاجة المليحة رايحة تعلمكم طيبو ان بتيت كونتيتي كيما رايحة تعلمكم اه ولا تقدر تعلمكم طيبو ان قانت كونتيتي دونك ما القرينتية كنتي تعرفي الطيب بصح ما تقدرش طيبية كونتيتي كبيرة مثلا للعراس ولا حبي تتولي نقلو طيبي في العراس تتاني تولي تخيطر وكامل هي راح تمدلكم المقادير تع كونتيتي صغيرة وتمدلكم مقادير كبيرة تبدا من خمسين شخص حتى المية شخص ولا مية وخمسين شخص ولا اه تخلطت لي الشام عالخة المهم لبنات هنا يا اخر حاجة هو الاتاي دونك الاتاي كان كيما قلتلكم مع هاديك خبزات عق طايف غوايال لي كامل هبلو عليها صدقوني جيت ببنينا من اروع ما يكون وما دام خوجة صاحبة اه مدرسة اه بنت زمن راهي عندها اللا باشتحات اه يوتيوب لذلك ننصحكم تضربو طلا عندها انا رايح نخلي لكم لوليان تحافي صندوق الوصف ويدا كنحبيتو تعارفو كيفاش اه اه تدير هاد الخبزات عالق طايف غوايال الوصفة راهي كاينة في القناة ديالها معليكم فقط تزوروها باش تعلموها بكل احترافية باش انتو ما تاني تديروها للضيوف ديالكم خاصة وانو رانا مقبيلين على شهر رمضان الكريم جيت بيا فاخسيك خوستيانت مع اسلا روعة 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 من اروع ما ياكم كي هي كي هادك السفة تاني اللي كانت مشربة وكانت بنينة ويعني الحق كانت معمرة بالمكسيرات كي ما قلت لكم خياتي حمرت لي وجهي سواء لا في المالح ولا في الحلو كنت دق تانية عندها في دال ابراهيم كي ما قلت لكم اه عندها وحد العام لتاختو الى التوحى تاني يعني كل حاجة تديرها الله يبارك ما شاء الله دونك توما البنات خياتي اللي يكونوا حبين تتعلموا اه هاكدا يعني طياب الحلويات معلكم فقط يعني تواصلوا معها من خلال رقم الهاتف اللي راه يدور هنا امامكم ولا يمكن حبيتوا تديروا عرض انتو متاني اه يلا حبيتوا تستفسروا على اي حاجة رقم الهاتف راه هنا امامكم كانت هذه هيالا فيديو تاع نهار اليوم يعني هاد النوع تاع الفيديو هاد كل ما نديرهم يجوني صعاب بزاف بزاف باش ندير لهم المونتاج نتفكروا عباد اه اعزاز علينا راحوا خلونا اه ربي يرحمهم وربي يجعلهم من اهل الجنة وربي يطول في عمر الوالدين وربي يخلينا دايمن هاكدا ملمومين ان شاء الله امين يا رب العالمين نقولكم احبكم في الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم